مصر مع النيجر مصر مع ناجيريا وهو وجوه جديدة اعترض تعترض؟ اه مفاجأة بالنسبة لي مصر مع النيجر اه جرب سمنت عايز مصر مع ناجيريا بالفول تيم اللي هيلعب كنس الأمم بالأفريقية ياه طبعا هو انت حتجرب الناس اللي مش هتلعب هو قمتش ناجيريا ده اه هتلعب في سبتمبر لا هتلعب امتى في مارس مارس ابريل مايو يونيو خلاص انت داخل على كاس الأمم اه هتجرب مين يعني انت الرسمية موافق على التجربة الودية مصمم على النيجر اه هتجرب زي ما انت عايز انت وصلت لانه المفروض اه طبعا انت وصلت لا انت وصلت وده مطش المفروض سهل اه و يعني لكن ناجيريا فرقة تقيلة نعم ومطش مهم مطش عايز تجرب في قوتك الهجومية قدرتك الهجومية مم وقدرتك الدفاعية بالفريق الاساسي اللي حيلعب كاس الأمم الأفريقية مم مش عايزين بقى حكاية اجرب حسين الشحات عشر دقايق واجرب مش عارف مين ايه عشان كلنا بنقول الوجوه الجديدة مم وجرب يا كوبر وجرب يا مش عارف مين وكلام من ده ده مبيش حاجة اسمها تجرب لعيب عشر دقايق عايز تجرب يا كابتن جرب مش يا كابتن عايز تجرب لعيبة لمنتخب مصر يعني ما تجيش قبل بطولة تجرب ديملة واحد ديملة اتنين عايز تجرب عندك سنتين والأجند الدولية قعد تجرب فيهم زي ما انت عايز مش انت ليه احنا دائما بنفتكر الاحتكاك قبل البطولات بس العالم كله بازم تحط اجند بيعمل الاحتكاك نعم بغض النظر عن البطولات حتى لو ما تاهلش والله العظيم بقول الكلام ده من 30 سنة ولسه ما حصلش ان شاء الله اخر سنة تقول يا رب